سيناء أو أرض الفيروز حباه الله جمالاً طبيعياً يسحر العيون ويأتي إليها من كل الجنسيات في العالم ليروا روعة هذه الأرض الجميلة في مصر لذلك وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثبرين والسكان وربطها بالدلتة والمحافظات فسيناء ليست مجرد أرض عادية فهي أرض جزء من قلب كل مصري وهي مدخل لقارة إفريقيا من قارة آسيا لذلك حرصت مصر على زيادة إجمال الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو عشرة أضعف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023-2024 مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013-2014 فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018 وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 مما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3% لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014 ووصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3% حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022-2023 مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016-2017 في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار فضلاً عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة كما بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024 مقابل 103 ألف فدان في يونو 2014 وبالنسبة لأبرز مشروعات الزراع والثروة الحيوانية فتشمل مشروع تنمية سيناء الذي تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة بجانب إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمال 2.122 أسرة مستفيدة كل هذه الإنجازات التي ذكرناها مجرد صفحة في كتاب مليء بالإنجازات تمت على أرض سيناء العظيمة ترجمة نانسي قنقر